دعا وزير الأمن القوم الإسرائيلي إتمار بن جفير لإقالة وزير الدفاع يقاف جالنت بعد إعلانه عن تعينات جديدة في هيئة الأركان العامة ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن جفير القول إن التعينات التي أقرها جالنت مع رئيس الأركان تظهر أنه يتجاهل الجمهور تماما كما اتهم بن جفير قال جالنت بالتسبب في الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر مضيفا أن جالنت لا يتمتع بأي تفويد للموافقة على التعينات في هيئة الأركان العامة القادمة للجيش قالت صحيفة دعوت إحرانوت نقلا عن مصادر سياسية عسكرية إن جولة التغييرات المقبلة في قيادات الجيش الإسرائيلية قد تشمل رئيس الأركان هيرتسي هاليفي نظرا للدورة في إخفاق السابع من أكتوبر وأضفت أن بديله سيكون المقدم شلومي باندر من هيئة العمليات في الجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر